أهلا بكم أصحاب برج العزراء برج العزراء شخصية قوية وعنده اجتهاد وولاء وعنده ساعات بعد التشاؤم كده والسودوي برج العزراء هو برج ترابي لونه الفضي بيتحكم فيه كوكب عطار اللي بيعطيه من صفاته الولاء والشخصية التحليلية يولد برج العزراء من 23 أغسطس حتى 22 سبتامر بالنسبة للمال هنقول ان احنا ما نتصرعش في اتخاذ القرارات ونعمل تخطيط كويس وتوظيف لجهودنا لان مواجهة الكواكب برج المشترى وزحل في منزل العمل ده بيأثر وبيعمل شوية ضغوط كده لما المشترى ينتقل من الكوكب برج بتاعكم من 8 يناير حتى 26 ده طبعا هيبقى فيه فرصة ان احنا ننشط في العمل بتاعنا ويبقى فيه اجتهاد وهنلاقي مكافئات ومال وده برج بطبعه عنده طاقة ونشاط فهيوازم بين ان هو يزبط اموره ويعمل ميزانية محسومة وهيزبط الحالة المادية اما عن الحالة الصحية لازم نهتم بصحتنا وموليد برج العزراء عندهم طاقة ونشاط وحيوية في تنظيم جهودهم ولازم ينظموا الوقت لنوم والراحة ووقت العمل لان هم عندهم طاقة ونشاط ونهتم دايما بتقوية منعتنا وناخد الاجراءات الاحترازية فيه فترة كده لازم ننتبه فيها من 18 فبراير حتى 3 ابريل وفي فترة تانية من 14-5 حتى 20 يوليو الاجراءات الاحترازية وتقوية المناعة والمحافظة على صحتنا لازم يا جماعة نهتم ما نتغرش ان احنا افضل الاوراق صحة السنة دي اه بتمنى لكم ان التوقعات الحلوة تتحقق والوحشة ما تتحققاش كل سلام انتم طيبين اشتركوا في القناة